كنا حكينا انه اذا كان فيه اي نوع من الجروحات بالزواج منهم الخيانة او واتفر فتنا بتفاصيل كتير اذا بسامح امتا بصالح امتا ما بصالح اليوم رح نحكي انه اوكي نحن اخدنا قرار انه نسامح ونصالح ولكن فيه نقطة كتير مهمة اللي تتم فيها المصالحة عن جد وهي دولة اكزرسيسات بنعملون عادة بس كو بلات يجول عنا او يروحوا عن سايكولوجست هيدا واحدة من الاشياء اللي بتنعمل كتير مهم انه الشخص يسمع للبين طبع الآخر لألم الآخر لانه اوقات كتير بدنا نقطع مراحل من دون ما نسمع هلا اوقات السمع بيكون كتير عادة خمس عشر دقائق اربع ساعة بس اوقات السمع بيكون بده اكتر من جلسة واكتر من ايام هلا كيف منعلمهم عمليا للكوبليت انه يكونوا عم بيسمعوا لبعض اولا لنقول ماريان هي المشروحة منك يا رواد ونحن عم نحكي جروحات عميئة جروحات كبيرة بس تجي ماريان بدا تحكيك انت بدك تكون مستمع مستمع بمعنى لا بدك تكون عم بتجري بتكون عم بتدافع عن نفسك هي وعم تحكي ولا عم بتبرر واحدة من الاشياء اللي بحب قولها مش معناتها المشاعر هي حقيقة يعني لنقول اذا ماريان عم تحكي عن مشاعره وانت حسيت انه هال مشاعر من المزبوطين بتين انت طب لأ ما انا ما انا ما انا ما تدافع ما تدافع لانه حقه تشعر انه بده تشعره وهيدا ما بيساعد بالشفاء اذا انت هدفك تعطي الهيلينج تشفى انك تكون دفاعي هيدا ما بيساعد انك تسكتا هيدا ما بيساعد انك تنفعل هيدا ما بيساعد والعكس اذا رواد هو اللي عم بيحكي لا لا تاكر بدون ينتبهه اللي مثلي ومثلي صح مية بالمية لانه انت لازم تاخد دور المشير تاخد دور الكانسلور يعني اذا انت ما بدك تروح انت مستشار علاقات زوجية وعم بتجربه وتعالج اموركم بالبيت بتكون تاخده دور المستشار اللي هو بيسمع لا بيعيت لا بيصرخ لا بينتقد لا بيدافع عن نفسه هيدا اللي بيساعد بالشفاء طيب في اسألك سؤال اجاع راسي لان حلو مرات بس فوت هتبري ما رح يروع عن المستشار بس نحنا قلنا مرات فيه اصحاب كتير رائعين وانا رح شدد انه يكونوا بحبوا الراب لانه حكمة الله تكون معهم مش حكمتهم الارضية انت بتشجعي اذا هيدا الموضوع موجود عندهم لهول الناس مما كانوا يكونوا عندهم هالمشاكل بهيك قاعدة يجوا اصحابهم يقعدوا حدهم ما يحكوا بس تيساعدون او ما بتشجعي لا اكيد اذا هن بيوسقوا بحدا لانه اوقات كوبل تاني بيساعد انه يضبط النفس بس اذا هيدا الكوبل منه مأهل وخاصة عم نحكي موضيع يعني مش موضيع عادية ممكن كلمة من هون كلمة من هون تأذي سو كتير مهم انه شخص يكون عم يسمع من دون ما هيدا لنقول ماريان حكيتك يا رواد اللي هي مجروحة في منك انت بدك عن جد تسأل حالك اسئلة انه هل عن جد انا قادر افهم ماريان شو عم بتحس هل عن جد قادر افهم البيت اللي ماريان ربيت فيه هل انا قادر افهم عن جد طريقة اللي تعامل فيها مع اهله هل قادر افهم اللايف تراب طبعوله اكيد من بعد ما نكون فتنة شو هي المصايد طبعولنا هل قادر افهمون انا كتير مهم نسأل حالنا هالاسئلة واللي منطلب انه ينعمل انك منبدل المحلات ترجع انت بتاخد دور ماريان بحط حالي محلة بنبدل عمليا الاعداد اوكي بتقعد انت محلة وكأنك انت ماريان وبتعيد رواد الاشياء اللي ماريان قالتهم انه كأنك انت ماريان لتحس حالك عن جد انا قادر افهم هيدا الموضوع واذا ما قدرت بقعدة واثنين واثلاثة لانه اوقات الشخص اللي بده يسامح متل ما قلنا جروحات او الترك لا 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 الاحساس مع الاخر هي بداية المسامحة يعني انت مارح تقدر تسامح الا ما تبلش تشعر مع الاخر وللانستين يبلش يشعر مع الاخر حكينا بستابس كتيره بس هاي واحدة من تقريبا اخر الستابس انه عن جد انا قعد وحط حالي محل الاخر اشعر مشاعره افهم احاسيسه حتى اقدر اعمل واذا ما قدرت اكتب اكتب الاشياء انا اكتبون عن الاخر حتى اقدر افهم شريكة من وين جاي هاي دا بعرف انه يمكن شوي مقلم وشوي بياخد وقت بس عن جد قدرين نوصلوا اذا اتنين اخدوا قرار انه هني بدون يبلشوا صفحة جديدة بعدين بعد في بوينت بنا نحكيها انه كل واحد فينا يوصل لمرحل يقدر يتحمل مسؤولية افعاله نوقف اللوم الاخر وشو ما كانت المشكلة هلأ بتخيل اذا امرأنا بيهوليك المراحل كلها صاروا قدرين الاثنين يشوفوا كل واحد ولو انا عندي واحد بالمية بارت بس قبل كتير صعب يقبل وهي بليز نزم ننتبه له انه لنقول اذا رواد هو الشخص اللي مغلط معك يا ماريان بيصير يجي رواد بس ما لو ما انت انا ما عملت هيك نو بكل المراحل اللي حكينا فيهم رواد ما لازم يبرر ولا يقول لو ما انت بس نقطع المسامحة ونقطع كل اللي حكينا عنه صارت قدرت ماريان تقدر توصل بهذه المرحلة انها تتحمل التسعة وتسعين بالمية لتساء او الواحد بالمية عليها والتسعة وتسعين بالمية عليك قدرين بس ننشفها نوقف هون بس قبل ما بنصح خاصة شخص اللي مغلط انه لا يبرر ولا يدافع لانه اذا بيبرر ويدافع مع العلم انه في جزء من الحقيقة بس منه الوقت المناسب وقت الشريك بيكون مجروح ومش قدر يسامح واخر استاب رح نحكي فيها عدتوا روادوا ماريان انتوا هلأ عن جد بدا تتم المصالحة بين بعض كتير مهم تقعدوا بوج بعض تمسكوا ايتين بعض اكيد تطلعوا بعيون بعض وانت تقول له انا بسامحك وانت تقولي له انا بسامحك وعن جد المشاعر الحلوة اللي رح نحسها من الراحة والتحرر والسلام والفرح هؤل المشاعر لازم نحسن اذا وصلنا نحنا عن جد للمسامحة والمصالحة اذا حسيناهن هيدولة مع بعض نكتبن او نسجلن لانه رح يجي وقت نرجع اوقات في لير للهيلينج في مثل مثل طبقات طبقات للشفاء لانه هيدول المشاعر اذا كتبناهن وتذكرناهن بساعدنا انه ما نرجع للماضي لانه لانه مفروض خلاص بهيد القعدة اذا مشينا مضبوط مفروض نكون طوينا الصفحة لا انا بهت شريكة باللي صار بالماضي طبعي ولا هو بيرجع لي سنين لورا يعني مفروض بس يوصل الكوب لهيد المرحلة يكون في اتفاق انه هيدا الصفحة رح تنطوى ممكن عم بلاك تاخد معنا شهور مش مستعجلين نطوية بس وانس طويناها مش هلقي نرجع انه ننكش ونرجع نشيل منها مش ان هيك انا بقول هيدا المرحلة طولنا فيها شوي حكينا لانه ضروري نكون عم نفوت فيها كلنا للاخر ليتم الشفاء ونبلش صفحة جديدة مع بعض انا بقدر اقول كمان انه ضروري ضروري اللي جيسي بتوافق بس نحنا عم نحب نعطيه من اختبارنا وبعتقد كل قابل بي امين بياسواء المسيح بيقوله فوق كل هول ان شاء الله ما حدا يوصل للطلاق وهالقدة الامور اللي بتجرح بس في كتير امور يومية مرات نجرح بعض فيها اوكي كتير مهم ونحنا منشهد على ضغري 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 منقعد من بعد ما نحكي في صلاة من بعد الصلاة عن جد بتلمع كأنه السماء ونجوم بالبيت نحنا عم نشهد على هذا الشي مزبوط بيكون في امور مرات قد ما كانت بس بيحس الانسان انه انه هالقد الهنا ياسواء قدر يغير ايه نحنا عم نشهد على هذا الموضوع بثانية بيرجعوا الولاد الصغار وكأن ما صار شي هيدا شغلة نحنا منشهد عليها تنينتنا